جاسين أخطاي مستشار أردوغان كتب مقال غاية في الخطور غاية في الأهمية ويجب أن ناقف عنده كثير أهل مقال اللي قدامنا صاحبنا في ييني شفق التركية كتب بيقول أنه فيه زيارة لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى ليبيا وزيارة أخرى أهو أدي الصورة أدي وزير وزير الخارجية وزير الدفاع التركي والفريق المعاون اللي معاه في وفد كبير جدا معاه في زيارتهم إلى ليبيا أنا بأسأل سؤال وراح بعد كده السودان وراح السومال كل دولة بنتعمل لها عايزة لكن أنا بأسأل وبقول هل هناك حدود برية أو بحرية أو حدود من أي نوع بين ليبيا وبين تركيا أنا بأسأل سؤال الإجابة لا إذن لماذا ذهب وزير الدفاع التركي إلى ليبيا الإجابة ببساطة ومن غير لا فضاران هو لمناكافة الدولة المصرية وزير الدفاع في دولة تركيا المعادية للدولة المصرية بتمويل قطري بتحاول أن تعبث في الأمن القوم المصري عن طريق دخول الأراضي الليبية لا يوجد حدود بتربط تركيا وليبيا لا يوجد أي نوع من العلاقات بشكل مباشر لكن فقط بتحاول تركيا أن تتمدد في الداخل الليبي بأموال قطرية ودعم الجماعات المتطرفة في ليبيا ودعم حكومات ليس لها صفة شرعية كاملة في ليبيا محاولة للتدخل بشكل فاضح وبشكل فجل في الأمن القوم المصري بيقول خلوصي أكار بيقول إحنا في ناس ياسين أقطاي بيقول في المقال بتاعه والله في ناس متضيئة من وجودنا في ليبيا واللي عايز يخاف من وجودنا إحنا هنخوفه أنا بقول لي ياسين أقطاي بقول له أنت لا تملك إلا الشلام كما أن رئيسك أردغان أيضا لا يملك إلا الشلام لكن دخول تركيا على الخط في ليبيا مؤشر خطر أحذر منه الإخوة في ليبيا وأعتقد أنه الإخوة في ليبيا بيفهموا هذا الكلام جيدا لكنه الجيش الوطني الليبي اللي مصر بتحاول تبنيه وتوحده ومصر دائما بتقول وحدة الأراضي الليبية وحدة الجيش الليبي الأتراك دخلوا ليبيا لتفتيت ليبيا وبيتكلم بيقول فيه أمريكا وفيه إيطاليا وفيه فرنسا وفيه مصر وفيه الإمارات إحنا كمان دخلين بقول للأقطاي وبقول لأردغان مصر ما كانت دولة معتدية ولن تكون مصر ما كانت دولة بتأخذ خيرات الآخرين ولن تكون وانا أفاكر كلمة الرئيس في الأول آل ما احنا كنا ممكن لكن نحن دولة نبيلة وشريفة في وقت عز في الشرف ترجمة نانسي قنقر